وعشان كده نكتفي دايماً بضربة البداية مع حضراتكم في مقالي ومقاله فإنهم زهبت أخلاقهم زهبوا ولعل الكثيرين طبعاً يعون بيت أمير الشعراء أحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم زهبت أخلاقهم زهبوا طيب مين اللي قال الكلام ده؟ أحمد شوقي في إمتى؟ في التالت الأولاني من القرن الماضي أي إلى هذه الدرجة دمعت دينة ضهورة إلى هذه الدرجة الناس كانت بتعظم قيمة الأخلاق وتربطها بين نهضة الأمم وهو أمر حقيقي بقاء الأمم يعني مرهون بالأخلاق تخيل؟ إن كنت بس يهتم بالأخلاق قبل أي حاجة قبل العلم قبل أي حاجة رغم أهمية العلم طبعاً لكن التركيز إحنا بينا عاملين كده ليه؟ إحنا بينا شايفين الناس اللي بتدافع عن الخطأ الواضح وعن التدني الواضح وعن الخروج الواضح عن كل ما هو أخلاق وقيم بدعه مرة أصله رد فعله والتاني أصله مش عارف تنمر وتالي في حاجة اسمها الكود الأخلاقي أيوة هنا يحلق الأهلي بقى منفرداً عندما الناس تقولك الأهلي فوق الجميع هو يعني قلنا لكم جميع أبناء جميع المنتمين إليه مصالح كل أولاده ما فيش نجم أو رمز أو أسطورة فوق الأهلي إذا أخطأ يحاسب تاريخنا مليان بهذا المعيار أيوة إنك إنت دائماً تعلي قيمة الدفاع عن السلوك القويم وإن الأخلاق والمبدأ تسبق النتائج فربنا يكرمك بالمواقف دي تكسب الحسنياي تكسب الحسنياي أه مش ألاقي حد يقول والله دفاعنا عن فلان والخطأ الفلاني انطلاقاً من دفاعنا عن الأخلاق وتمسكنا بالمبادئ كيف هيكون الأمر إن أنا أدافع عن واحد شتى من ناس وأهنها اللي ما أسائدش إليه في لحظة انتصاره أين حق الأهلي فيه فيما حدث من سباب الكابتن شيكابالا لرموز النادي الأهلي بعد كل انتصار وتحديداً آخر مرة اللي ما كان مش الأهلي طرف في أي حاجة عشان ما حدش قوله أن أراد فعل أي فلما استحاد الكورة كده باستحياء يزوج بأن العقوبة مش بس على اللي حصل في المراسم وتجاوزه مع رئيس اللجنة ولكن لتكرار الإساءة للجماهير والرموز إذن هي فجأة لنا دافع فين بقى الشوشرة دخلنا في الشوشرة الشوشر عشان الحقيقة تتوه الشوشر ماشي ممكن يبقى زكاء لحظة في ناس تنسى الحدث الرئيسي وده اللي هو الناس بتحاول تعمله دلوقت إنه مركزين هو معقول عقوبة إنه واحد علشان اشتبك بدون أن يسب رئيس الاتحاد باعتراف رئيس الاتحاد قال لأنا ما سمعت هو أنا ما سمعتش مش معناه أنه ما تسبش يا جود اللي كتب التقريب سمع لكن حتى لو كده ما هو أنت القرار ليه سابق تجاوزات مش الوقع دي بس فلما تيجي بقى تقعد تنسى الوقع وتقعد تتكلم على العقوبة المبالغ فيها نتيجة إنه زي ما قلت لك المرة اللي فاتت انت انت اختزلت كل الحاجات الثانية فيه حادث إنه في حد دخل موت الناس وسرق حاجة أنا مش مع الفارق طبعا مثلا عشان الناس تفهمها فلما تيجي تقول إيه أصلي مش معقولة علشان اشتبك مع رئيس اللجنة دون أن يصبه مع أن أنت لما تقوله أهلاه وانت بتطعن في زمته على طول كال قال إنه منحاذ يعني آه إنك منحاذ وعايز تباص فرحتي وهو العايز يباص فرحتك ما كان زقها بالعصايا زي غيره المثل التقليدي الفلاح ما هو إحنا ما استلمناش الدور ده في الملع آه يعني ولو كان قال التسليم حنعمل لك حفلة زي القالي كنتمشي ويا ريته عمل كده لكن هو حاب يكرمك وحاب يميزك وحاب ينحز إليك بهذا القرار فأنت أسأت إليه لأن ما رضيتش تلتزم بالنظام أنت حر أنتوا مع بعض أنا لن نقش هذا القام ولكن إنك أنت تيجي تدافع وبعدين في النص كده هو دفاع عن الأخلاق والقيم يا سلام إيه الشوشارة دي أنت أنت بزكاء تهدر القيم وتهدر وتغتال السلوك الرياضي لأنك عايز تتوه عن الخطأ الأصلي في مقابل عقوبة بتصورها أنها مبالغ فيها وإيه لو فعلا استوند إلى تكرار الخطأ حتجدها مخففة والحقيقة يمكن ده ثابت من ثوابت مالك وكتابة مش هندافع على خطأ ومش هنسكت على تجاوز سلوكي ومش هنقبل بحاجة في ميس قيمة الأخلاق بالضبط لمثل هذا الخطأ الشتابنا نجوم قبل ما حد يطلب مننا بالضبط وكان دايما وأبدا مالك وكتابة معنى بهذه الجزئية أرجوكوا حافظوا على الأخلاق في الملاعب لأنه بقاء الأمم شوفوا أحمد شوقي بقاء الأمم نفسها مرهوم ببقاء أخلاقها وهذا حقيقي وده الحقيقة اللي لفت نظرنا في مقالتين مهمتين هذا الأسبوع في الأهرام وفي الأخبار يعني فيه أكبر صحيفتين في مصر اتنين من الكتاب الكبار كانت تركيزهم على جزئية الأخلاق في الملاعب ولو الخطأ صادر من أي لعب من النادي الآلي هنكون أول للمدينين له والمطالبين بعقابه لا أبدا سقوط على تجاوزات أخلاقية في الملاعب كتب في الأهرام الكتب الصحفي الأستاذ عطية أبو زيد تحت عنوان الأخلاق قال في الأهرام الأخلاق هي مجموعة القيم والمبادئ التي يتمسك بها الإنسان وتشكل وعيه وعلاقته بكل ما يحيط به ومفهوم الأخلاق أشمل من مفهوم القانون الذي يراقب سلوكيات البشر لأنها مرتبطة بالضمير الإنساني والحفاظ على الأخلاق أهم عملية يمارس فيها الاتصال الذاتي لأن الفرد يناقش نفسه في كل ما يفعل وبسرعة يقيس اتساق ما سيقوم به مع منظومته الأخلاقية أم لا مهم جدا الجمل دي وسلوك الإنسان زي ما بيقول الأستاذ عطية أبو زيد في الأهرام وسلوك الإنسان لابد أن يتماشى مع منصبه أو وضعه الاجتماعي فكلاهما يؤثر في الآخر فالإنسان العادي يختار منظومة سلوكياته بناء على التربية وعملية التطبيع الاجتماعي التي قامت بها الأسرة ومجتمعه وثقافته وليس تعليمه وكذلك النجم ده الكلام المهم لعطية أبو زيد في الأهرام عند اللحظة دي لأن أنت جبت سيرت إنما أمم الأخلاق ما باقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم قال لك إيه منظومة الإنسان القيمية وليس تعليمه أي ملهج يعني هي منظومة منظومة ليه علاقة بموروص قيمي عندك أنت بالضبط ما تربطهاش بال المفروض أن الثقافة تدعمها فإذا كانت الثقافة هتخلي أن يبقى فيه زكاء للتحايل العالية والانتفاف عليها هنا الخطر بيقول للأستاذ عطية أبو زيد وكذلك النجم ولكنه يخضع لرقابة من حوله فما يمكن أن تقبله من الشخص العادي قد لا تقبله من النجم الذي يعتبر من قادة الرأي العام ويؤثر في الآخرين وعليه الالتزام بقواعد الزوء واحترام القوانين وكل القيم الأخلاقية الراقية من قبيل الواجب وليس الرفاهية كلام مهم جدا إن كنتما تبقى في مجال القدوة أستاذ إبراهيم يبقى تصرفتك محسوب عليك ما تقوليش عشان حد من الجمهور أنت مختلف أنت نجم بالضبط أنت مميز وبيختم عطية أبو زيد مقالته في الأهرام وإذا كانت اللغة هي وعاء الفك فالتصريحات والأحاديث تفضح ما بداخلك من قيم وأخلاق قول لاش حاجة دي اللي هي كل إناء ينضح بما فيه لو حطت إناء في لبن اللي هينضح على الإناء اللبن لو حطت فيه مية مرة هنضح لو حطت فيه مية ملحة هتنضح مل كل إناء بما فيه ينضحه ده ختم مقالة الأستاذ عطية أبو زيد في الأخبار بس يسكنوا النبي كلمة دي هو ذكر أمثلة يا ريتك بس كان حق الناس علينا ذكر الناس اللي حطت ودفعت عن القيم ما تبص كده في آخر سطرين وإذا كانت اللغة هي وعاء الفكر فالتصرحات والأحاديث تفضح ما بداخلك من قيم وأخلاق بس فول سطوب فول سطوب لا أنا قريت كده أنه ميدي أهو لا وبدون سابق بس اقرأ آخر سطرين وبدون سابق اتفاق ووضعت الجماهير مثلا صالح سليم والخطيبة وشحاطة وطاها بصري وعلى بو جريش أو اسادي في مكانة لا يستطيع أي أحد أن يقترب منها إلى الآن وديه بتلخص لك شمعنا الناس دي الناس كلها أجمعت عليها وشمعنا الناس دي بتتشتم من البعض النهضة صالح سليم والخطيب وطاها بصري وحسن شحاطة شوفوا الأسماء اللي أقوا على بو جريش شوفوا الأسماء اللي زكارها أعطيها أبو زيد أسماء في كل المعسكرات رموز من كل المعسكرات لكن رموز قبل ما يكونوا في الفن والكرة والرياضة في الأخلاق ليه كل الناس أجمعت إن الناس دي محترف بيختلف عليها عشان الكود الأخلاق اللي بيتكلم عليه وهنا يأخذنا إلى الأهل فوق الجميع ويأخذنا إلى الذين كانوا يستنكرون يعني إيه مبادئ الأهل يعني هو بدي بيه يعني هو فيه مكان يبقى له مبادئ أيوة من خلال الناس اللي بتعبر عنه وتمثله صحيح فيصبح كل من يمثل هذا الكيان مضغوط عليه بهذه المبادئ والتي يلتزم بيها ما يقدرش يخرج براها فلما كل أنائن ينضحوا بما فيه صحيح شوفوا يعني هو كابتن حسن شحاتة والكابتن علي خليل والكابتن طه بصري والكابتن على أبو جريشا جنبا إلى جنب مع كابتن صالح سليم والكابتن محمود الخطيب هي دي القمم الأخلاقية وبحط مجميهم في ناس كتير وبعديهم في ناس كتير وأبليهم في ناس كتير خش بقى تاريخي الآلي من أول يوم كتير نجوم أثروا الملاعب أخلاقا وفنا أو أخلاق كمان أعلى من الفن كمان لأنه معيار بقاء الأمم الأخلاق عشان كده يمكن كانت غضبة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام السباعي رئيس حرير آخر ساعة غضبته كانت في محلها في يومياته في الأخبار أول أمس أو بالأمس كتب اللعب يسأل والتاريخ يجيب وقال عصام السباعي بصراحة فقدت خلال الأعوام الماضية القدرة على التمييز بينما هو صح وبينما هو خطأ يجب التصدي له ووقفه هل ما كنا نسمعه خرق آزاننا من شتائم نحو الحكام أمر محمود هل نشر الفاكسات المزورة بقرارات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم واختلاق القصص التي تمس الشرف وسمعة الآخرين تسمح لي أتوقف فينا أمر عادي لخطورة هذا المقال والإشارات والأمثلة التي يضربها لو سمحتوا كل الجماهير بمختلف انتماءاتها تسمع الأمثلة دي وحدة وحدة وتفكر فيها لأن ما فياش الدعاء ولا شوشارة بيقول عصام السباعي هل ما يرتكبه البعض من تجاوزات أخلاقية يجب أن تجاوزه لأنها صدرت من لاعب دم محامي كما قال رجل بنوك وقياد مصرفي محترم هل من اللائق أن يسمع نادن السبابة لكل رموزه؟ ما الذي جعل حال الرياضة في مصر مائل؟ هكذا لدرجة أنك يمكن أن تسمع عن وزير يجلس مع لاعب أجنبي لإقناعه بالتجديد لنادية أو أن يسمع إهانته مع الملايين على الهوى وكأن الأمر لا يعنيه أنا شخصيا ده عصام السباعي أنا شخصيا لا أفهم مصدر قوة ذلك اللاعب منذ صغري ولا من الذي جعله يتجاوز في حق الكبار وهل هناك من يرعون هذا التجاوز لدرجة أننا نجد اللاعب الجبار يغني علينا ويسأد أبطال عالمين دون أن يتلقى الرد من الجهات المفروضة عليها أن ترد هو ده المؤمن وليسمح لي سيادته بالإجابة البطل يسطى يحصل على رخصة الأندية الدائمة وليست المؤقتة البطل يمعلم لا يلجأ للأبواب الخلفية للحصول على الرخصة ولا يسعى للمجاملات الصارخة والتلعب من أجل الحصول على حقوق غيره البطل يهندسة صاحب أرقام مسجلة في عدد البطولات المحلية والقرية والعالمية البطل يمان يعمل وفق لوائح صارمة ولا يسمح بالإنفلات الأخلاقي البطل يمحترم يكون لديه روح رياضية ولا يرفع لافتة تقلل من بطولات الآخرين أو يشكك فيها بدون وجه حق البطل يمتعلم من لديه قوائم مالية منضبطة ونتائج أعمال جيدة البطل له سمعته وله قيمته التسويقية التي تزداد مع مرور السنوات البطل ترتفع موازنته المالية كل عام وتزداد فروعه وأنشطته البطل واجهة مشرفة لبلده وقراته في المحافل الدولية وسيرته في الاتحاد الدولي ناصعة البياض البطل يتميز بوجود انضباط إداري وأخلاقي البطل يترفع كثيرا البطل لا يسمح للعبيه بأي تجاوز غير أخلاقي ولا يدافع عن البطل البطل يا حضرات هو الأهلي الذي يتمتع بكل هذا لمن يسأل بطل على مين الأهلي بطل على كل هذه الصغائر الأهلي مش بطل على حد محدد ولا يتباه بهذا الأمر وأنا قلت ميت مرة قبل كده أنا لا مع التحفيل ولا مع الكلام أنا مع الاحتفال بفرقتي الزهوة بما يقدمه النادي الأهلي بكل ما سبق أنا هو بطل في كل ساطر من هذه الصطور هو ده اللي بفرحني بالأهلي مش إننا ناخد ده كله عشان غيث حد وفي المقابل أي حد عادي يكسر منخير أبو الهول كالنبونيول نعملها لما نزل مصر وضربه بالمدافع عشان يكسره معرفش يعمل حد صمد أبو الهول وذهب النابليول رمز التاريخ وأصبح هذا الأنف المعقوف رمزاً أمام العالم على ضعف من يريدون أن ينالوا من هو من تاريخه لا النادي الأهلي فوق الجميع اللي هو إحنا المنتمين إليه إن يجي في يوم الأيام يخلي واحد يكتب بزهر هذا الكلام ويصدره لكل صاحب عقل عشان يستوعبه ويفكر فيه إذا كان فيه كلمة في المقالة دي غلط قلوها لكن أنا بقوله يعني أنت لمست كل نقط ما عنديش إضافات أنت شاورتها على الآن لا تطور سيذى اوم